آدم عليه السلام منزل في جبال اللي هي مرايا في الهند وخاصة هذا بطل إفيرس وحوى نزلت بجدة من أرض الحارة منزلت بجدة فين كان جدة اليوم في الشرق في السعودية لآن وإبليس نزل في مترنة برمودا إذن هذا هو النزول اللي كان هذا كان نزل في البحر وآدم نزل فوق الجبل لأن جميع الأنبياء كيكونوا فوق الجبال وقع الأنبياء صيفتهم ربي من الجبال حيث هو نبي فأرسل الله موسى من طور سيناء واستعلنا عيسى من جبال المقدس وأرسل محمدا من جبال فارعن جبال فارعن هي جبال مكة آدم لنزل في مكة في الهند ما بقاش كيسمع الدكر للملائكة قل يا ربي بغيت نسمع الدكر اللي كنمو الفين كنسمعوه في الجنة لأن الجنة النباتة كتذكر كل شي اللي موجود في الجنة يذكر الله لكن بأنغام غريبة اكتر هذا الأغاني اللي احنا كنشوفوه وهذا الشي اللي كنشوفوه نا ماشي هو بحل الأغاني د الجنة لشنة فيها حاجة كبر فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قليل البشر فملف آدم كنسمع ذكر الله والأنغام واذاك شيفش ونزل نزل المكان متوحش أرض خالية قال لي اجعل لي مكانا أذكرك فيه قال لي فهذا المكان لا ولكن إن لي مكانا أحب أن أعبد فيه فين؟ قال لي جبال فارعن جبال مكة وبينه وبين جبال فارعن عشر ألاف كيلومتر وآدم طول ديالو سبعة وعبعين مترو إلا كان غادي غير بشوية كيمشي مية عشرين كيلومت في الساعة وإلا كيجري تلتمية أنت كتكلم على عمارة تمنيد الأدوار تمنيد ليطاج فآدم باش غادي يعرف جبال فارعن قال لي انظر إلى السماء فنظر إلى ياقوتة مجوفة حمراء هي الكعبة قال لي شوف هذك النيزق اللي ينازل وتم جاي معاه هذيك كتنزل هو كينزل حتى وصل لمكان مكة اليوم هذيك هي الكعبة مني كان اسمه الكعبة هو لهذه اليقوتة المكعبة التي بها اهتدى آدم من الهند إلى المكان إلى مكة كان آدم مني جاء آدم طاف بها دار بها سبعة دلمرات أمر الله أن يطوف بها سبعة دلمرات ويبقى تفوق المعلقة في الجو وهي مضيئة وثم بحث ثم تذكر زوجتها ولين انزلت فيه فلقيها عند جبل الرحمة هو انزلت فيه في جدة وقد كتقلم لقاها عند جبل الرحمة عرفها وعرفاته فمن تم اسم جبل عرفات حيث عرفوا بعضياتهم تمام هذا واجب العرفات باب التعريف فلقيها ثم أخذها ورجعوا إلى الهند لأن المكان ديالهم وباقي لابسين هذوك الحويج هذوك الأوراق ديال الجنة من اللي يرجعوا للمكان ديالهم في الهند بدت كتكرم هذيك الأوراق اللي ساترهم كتكرم فين ما طاحت شي ورقة كينبت العود القمار عش كنقوله العود كيجي من الهند العود لقمار عش كيجي من الهند وكامبوديا قعل آماك اللي يتحرك فيها آدم وكيكرم ذوك شجيرته وكيطيحه كينبت وانت ببقى العود والطيب كيجي يغنم داك المكان لأن فيه كان آدم عليه السلام أكثر ما كان فيه الأنواع البخور والطيب والأشياء الزكية كينف نوحي الهند لأن فيها نزل آدم لأنه نزل ومعه أوراق الجنة هذه هي الأوراق اللي اسمه إذن آدم عليه السلام أولد 12 ولد ومنهم هابل هابل هادا كان نبي هاد هابل كان عنده الله تلعطاه الخروف الضرع وقابل عنده الزرع كانوا من اللي كيجي العام كيعطيه الزكاة هاد الزكاة اللي كيعطيه كتنزل وحد النار كتاكلها لنما كيش لمن يعطيه الزكاة هاداك العام قابل ده وحد الزرع خيب ما في ميتشا رديع وهابيل قدم كبش أمر وحد الكبش وحد من ينزل ديك النار مشاه هاداك الكبش خادته وما مشاهش الزرع قالوا علاش الله قبل منك وما قبلش مني قالوا يا أنك لم تتصدق بشيء مقبول هذا رديع لا تأكله حتى الماشية يلي إذن أنت سيرت خير مني لا أقتلنك ماشي كما كيقولوا الناس رأينا وتقاتلوا عن النساء معنا ده علاقة هذا كذوب هاد الشي هو اللي كانوا الصحابة رضي الله وصحاب الرسول كي يصحبوها بالصحة هم هم شوفوا فيها من اللي سولوا ليهود قالوا يمنتم السبب ديال الهالك ديالكم هو الدنيا والنساء الفساد قالوا نحن لسنا أول من وقع في النساء والدنيا فإن أبناء آدم تقاتل على النساء فكون ليهود أهل علم تاقوا بهم أصحاب النبي في المدينة إذن قالوا أولاد آدم قتلقت الخوع للنساء واللوحة الباطل منتشر في المدينة وينزلها هذه الآية كتفرق واتلوا عليه من بأبني آدم بالحق أليش قال الحق لأن هناك باطل كان منتشر كان المفروض كل ما كانش ما يقولش بالحق يقول تلوا عليه من بأبني آدم إذ قرب قال واتلوا عليه من بأبني آدم بالحق حتى يزحسح الباطل إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين وفي الحديث كان قابل أول ما قتل أخو كان السبب هو الحسد فكما قال الشاعر لله ذر الحسد ما أردله عتى على صاحبه فقتله فكان السبب هو الحسد